ما الذي دار حول سوريا بين أكبر مسؤولين من تركيا ومصر؟ وهل طلب الرئيس السوري بشار الأسد وساطة القاهرة لحسم ملف العلاقات بين بلاده وبين تركيا؟ ولماذا صدر التصريحات رئاسة مباشرة عن الأزمة في ذلك التوقيت؟ ثوابت السياسة دائماً من المستحيلات أمام تقلباتها المتتالية والتي يتصدر منطق المصلحة فيها تحركات السياسيين وجميع المفاوضات الدبلوماسية منذ أشهر قلائل بدأت تصريحات المسؤولين من تركيا وسوريا تتحدث عن تقارب بين البلدين فيما يشدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن مبدأ السيادة على أراضي بلاده سيظل أولوية أولى قبل الحديث عن أي علاقة مع أي دولة وما بين تذبذب في الإجراءات العملية المطلوبة لاستعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة وفق مصالح البلدين المتبادلة جاءت التصريحات الصادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إبان زيارته إلى تركيا لتجدد التأكيد أن ثمة تحركات إقليمية تقودها الأطراف الفاعلة بشأن ملف العلاقات السورية التركية مصر جددت تأكيد موقفها القديم حول الأزمة السورية وتداعيتها التي طالت الشعب السوري كما أعطت القاهرة إشارة صريحة أنها تقف على خط الدعم لاستعادة العلاقات السورية التركية في ظل توازنات إقليمية باتت تفرض نفسها على منطقة هي متوترة بالفعل الشرط السوري الذي يقدمه الأسد فوق أي مفاوضات أن جميع الأراضي السورية في الشمال السوري يجب أن تكون تحت كامل السيادة السورية دون أي تحفظات من قبل أنقرة وفي المقابل تشتريت تركيا لانسحابها من الشمال ضمان الوصول إلى حلول أمنية تضمن تأمين الحدود بالكامل ما يعني الحاجة إلى ترتيبات متبادلة بين تركيا وسوريا قبل استعادة العلاقات أو بعد بدء الخطوات العملية لذلك في تلك الأثناء يستكمل الرئيس التركي رجب طيب أردغان مساعيه بشأن استعادة العلاقات مع سوريا بإعلانه أن أنقرة تدرس توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد على صعيد تعزيز استعادة العلاقات بين البلدين وهي الرسالة التي تعامل معها الجانب السوري بقدر كبير من الحذر في ظل رغبة تركيا المستمرة في ظل رغبة تركيا في فرض السيطرة على الشمال السورية يسيطر على الشروط السورية التي تقدمها دمشق قبل طرح أي مبادرات على صعيد العلاقات السورية التركية الوضع السائد قبل عام 2011 الأمر الذي يشكل بالنسبة لتركيا تحديا أمنيا كبيرا وترى أنها بحاجة إلى مزيد من الثقة بشأن إجراءات تأمين الحدود فهل سيحسم التدخل المصري والعربي ملف استعادة العلاقات بين البلدين؟